السلام عليكم اخوات الغاليات متتبعات الوفيات مرحبا بكم مع ايمان في وصفة جديدة وفيديو جديد كنتمنى يلقاكم في تمام الصحة والعافية بغيت نشارك معكم اليوم ماسك مغدي للوجه كما كتعرفوا في هاد البرد وشتا البشرة كتنشف وكتتقشر وكيبداوا يبانوا فيها الخطوط ومن اللي كتنشف كيجيوا تجاعد يعني كل شي كيعاني من هاد المشكيل فصل الشيتاء والبرد فكنحتاجوا اننا نغديوا البشرة دينا وكيف العادة جبت لكم وصفة اللي رائعة وزوينة بزاف مكونات مغدية للبشرة وكتصلاح في هاد الوقعتها بزاف بزاف مهم غادي نحتاجوا في هاد الوصفة اخواتي جوج معالق ديال لافوكا كنمعسوهم جيدا كتكون طيبة كتجيكم سهلة في المعيس ولا تقدروا تطحنوها كما كتشوفوا وهناي عندي دانون او ياغورت الطبيعي بدون سكر غادي ناخده فيه واحد العاشق كبيرة ولاجوج معالق صغار ديالياغورت غادي نخلطوهم جيدا غادي نخلطوهم جيدا هاد شوما وهناي عندي هنا زيت اللوز الحلو المعروف عليه انه غني كي غدي البشرة بزاف وكيهنينا من القشور ونشوف اياه يعني كتحسي بالبشرة ديالك بحلة مقشرة وناشفة بزاف تقدروا تعودوا زيت اللوز بزيت زيتون يعني وتقدروا احتى زيت الكوك اي زيت عندكم مش مشكل وكيفما كنعرفو ان لابوكا مزيانة للبشرة وحتل الشعر هي مغدية بشكل كبير لهدف هاد الفصل هادا كنخرجو كنشوف لنا وجهنا يعني انفوع كتغسلي وجهك كتلقي هنا شف غادي نزيد هنا يا واحد العاشق صغيرة لزيت اللوز الحلو نزيد هنا كنشوف سبحان الله العظيم كتكون تواجدة في فصل الشتاء في البرد كتكون تواجدة بكثرة تقدروا تستعملوا زيت الزيتون كيفما قلت لكم وتخلطوه جيدا اه وصفة ساهلة للبنات ولكن المفعول ديالها روعة روعة وغنية جدا كيفما كتشوفو وهنا في الاخير اخواتي غادي نحصلو على كريم كيفما كتشوفو معايا وغادي نديروها في الوجه ديالنا وغادي نخليوها الماكسيموم حدا نفس ساعة وملي كرم لك الماسك في وجهك غسليه بالمبارد وحاولي ترطبي لوجه ديالك في هاد البرد اه ولو ترطبي غير بزيت الزيتون غير ما تكونيش كتخرج الشمش اه ولعندك شكريم توا ارطبي به حيث الزيت كيكحل في الشمش يعني خسكم تجدانبوا الزيت ما تبني تكونوا خارجين يعني اذا قدرتوا هاد الوصفة نديروها في الليل ومع الصباح تغسلوا الوجه ديالكم مزيان عادة باش تخرجوا وانتم با كيفش كتشوفو القوام ديالك كيفش كيقول لي كريمي مغدي وصفة البنات اللي زوينة زوينة بزيف وكانت هادي هي الوصفة ديالي ديال اليوم كانت تمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها رغضي تنفعكم اخواتي في هاد الفصل وخصوصا اللي عندهم البشرة ناشفة يعني رغض تنفعكم بزيف وزوينة زوينة بزيف وغنية كيف ما اكتليكم ودبا يلا البنات بسلام عليكم وإلى وصفة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة